عم تخبريني أنه الإنسان بيقدر يعالج نفسه ونفسه من الأمراض العضوية من مرض عضوية كل شيء وصبت بالسرطان هل قادرة أن يعالج نفسه؟ ماريه النوركي ليش عايش إلا هلأ ما كانت في السرطان بتقول شفت حلب حلب عبر الغذاء وقال له كانت كل الناس لكانت حلينا عن الطب وعن الأدوية وعن العلاج الكيميائي أكيد تقدري نستطيع التخلي عن الطب إذا أنت في إيه؟ هذا كلام رح يرفضوا كثير من الأطباء والعلم اليومياً صح الكورونا عم تقتل كانت الألاف لحد هلأ والمئات وال... الكورونا عبارة عن زكا معادي فلو بس إذا أنت أمنت أنها رح تقتلني أنت قال تعطيين بلو برينت لمخج هنا أنا رح موت السرطان السرطان هو ليش يقولك تسعة وتسعين بالمئة نفسية في السرطان لازم يكون في وعي كيف؟ شو الوعي؟ شو يعني الوعي يحميني من كل هيدا المخاطر اللي طب بعد يعني أبحاث ومختبرات بس إنا دارسين حفظين بس إنت إذا اكتشفتنا حفظين كتاب إيه أنا طبيب شي سوي يطبق لي درسه إيجاكي مريض سرطان تشفي؟ كان عندي عشر سنة طفل هي أول مرة بأولة كنت أنا والماستر كوتش كان موجود معي شفي هنا طفل من السرطان كان عنده غدة سرطانية بالرقبة وين؟ عمر عشر سنة في البحرين شفيتوه من دون علاج كيميائي من العدوية؟ بدون علاج كيميائي شفيت تماما؟ شفيت تماما؟ بعد ستة شهر راح البيت أخذ الولاد قالوا لي ما في سرطان طلعت في الغدة حميدة خبرك كل الناس ركايا كيف شفيتو؟ أحنا نسوي اكتفيشن كيف شفيتو طفل من السرطان؟ أحنا نسوي اكتفيشن للمخ مثلا أنا ماسك مخج ويكون الموستر كوتش ماسك أجرك الطاقة من وين تفوت؟ يا من تحت يعني من كعب أجرك أو من فوق نعم فإحنا كنا نسوي كونكت الطاقة في الغدة السرطانية أحنا ترى تحدينا نفسنا كان تحدي بس نجاح نفي